بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بأبناء بناتي العزاء عبر هذا البث المباشر الذي سوف نقوم به لهو مراجعة شاملة في الزوايا الموجهة الخاص بسنة الثانية الثانوي كل من شعبات علوم التجربية والتقنة الرياضي والرياضي خاصة للمراجعة لاختبار البصل الآخر إذن نحاول أولادي ننطلق مع هذا التمرين يعني فيه كل ما يتعلق بالزوايا الموجهة هو التمرين ضخم جدا جدا لكنه رائع لهذا أنصحكم بمتابعته نقطة بنقطة إن شاء الله باتدوا نقطة كاملة في هذا المحور إذن نظر البث راه يمشي عادي يعني مكان حتى تقطعات لأنه راه يظهر هنا عادي الذي علينا هو أنه ننطلق في الشرح لاحظوا واشقالوا لدي قال A B C مثلث متساوي الساقين وقائم في النقطة A و E نقطة من القطعة B C قال حيث الزاوية الموجهة بين A E و A B تساوينا ألفا زايد اثنين كابي معك عدد صحيح وألفا عدد حقيقي قال عين أقياس الزاوية الموجهة التالية الزاوية الموجهة A E A C و A B B C و A E B C ثم ماذا قال؟ قال ثانياً عين القيص الرئيسي لكل زاوية أولاً عندنا الزاوية 2021 P على أربعة و 1442 P على ثلاثة ثم قال ثم استنتج كوس 2021 P على أربعة وسينيس 1442 P على ثلاثة ثم قال ثالثاً بسطة العبارة اللي هي A X تساوينا كوس P زايد X زايد اثناني سينيس 2021 P ناقص X زايد كوس P على اثناني ناقص X رابعاً قال حل في أر المعادلة معادلات كوس X يساوينا P على اثنان سينيس P سينيس X يساوينا نصف وعندنا اثناني سينيس اثناني X زايد جذر ثلاثة يساوي صفر وعندنا كوس X يساوينا ناقص سينيس X خامساً قال ألف أحسب اثناني في جذر اثناني زايد جذر ثلاثة لكل مربع بقى الحل في أر المعادلة واحد اللي هي 4X مربع ناقص اثناني في جذر اثناني ناقص جذر ثلاثة X ناقص جذر ستة يساوي لنا الصفر ثم قال جيم استنتج في أر خلول المعادلة الثانية حيث المعادلة الثانية هذه هي أربعة كوس مربع X ناقص اثناني في جذر اثناني ناقص جذر ثلاثة في كوس X ناقص جذر ستة يساوي لنا الصفر ثم قال دال استنتج ماذا في المجال من صفر إلى اثناني بحلول المعادلة الثانية اللي هي هذه يعني التمرين جد جد رائع أولاد إذن نحاول ننطلق نقطة نقطة قلت لي التمكن من هذا المحور إذن أولا عندنا قال ABC مثلث قائم يعني مثلث قائم لو نجن نشوف ها هنا مثلث قائم ومتساوي الساقين هاكذا أولاد إذن قائم وين قائم في A A وهنا B عفوا وهنا B وهنا C ها هنا C حيث عندنا هذا الطول وهذا الطول متساوي الأمر الثاني قال كذلك وعندنا زاوية موجهة بين A وAB تساوينا ألفا حيث ماذا حيث إي هذه النقطة من القطعة BC يعني جينا هنا النقطة E النقطة E عند الحق تتحرك كامل على ذلك أماكن إذن حيث عندنا الزاوية الموجهة اللي هي هذه A E A B يعني متاجها كيف يسموها ألفا إذن هذه الزاوية سموها ألفا السؤال الأول واشر يقول قال عين أقياس الزاوية الموجهة إذن ننطلق أول شيء تعين أقياس الزاوية الموجهة أولا ننطلق بالزاوية الأولى هالزاوية الأولى أولى دي وشنة اللي قال لها قال A إذن A E مع من مع A C لاحظوا معي أنا وغضفوها هنا باش شوفوها مليح A A E مع من مع من مع A C هيحوس على هذه الزاوية لاحظوا هنا أولادي كيف ينتعلم أمليح أمليح وركزوا معي تصبح تساوي لنا هنا دايما زاوية الموجهة نفسها مثل الأشعة يعني ناري موجهة بشوع هذه هذا السمع زاوية موجهة بشوع نقدر ندخل عليها علاقة شال تفهموا مع المليح يعني كما البرهين تتع استيقام يطني قط ولا دايما نمشون ندخل علاقة شال ولا أي حاجة ندخل علاقة شال هنا واش تقولينا تقولينا A E زائد A B هكذا ندخل هنا الآبي زائد A B مع ماذا مع A C قلت في الزاوية الموجهة أولادي عندكم الحق السمع ما يمليح عندكم الحق بش تدخلو زاوية في الوسط كما علاقة شال يكون عنا شعاع هذا هذا الشعاع كما إذا سمينا أبي عنا هو هذا زايد هذا يعني هذا الطريق تسوي هذا زايد هذا في الأشياء كذلك في الزاوية الموجهة عنا الحق هذا A E زايد A B شوفوا مع يمليح A A E زايد A B شوش تسوي لكم سوينا ألف صباح لنا تسوي لنا ألف يعني هذه نعرضوها بألف لي يا أستاذ لأن لازم أننا نبنوها على موطيات آ إذن هذه الزاوية هي A B هاو عاطي هنش عالت وسوي سوي لنا ألف هذه نقطة الأولى زايد A B مع A C A B مع A C قلت A A B مع من مع A C شوش مع A B مع A C شوش يقول لازم ألف لكم تبعو ليل هيا تشوف يا شطار شعال الزاوية يا شطار بين A B و S هيا تشوف برا عبد النور اللي هي B على 2 زائد دائما 2 K B 2 ك B دائما نزيدوها ومنه ها هي الزاوية تعنا أولا دي إذن الزاوية بين A E ها هي ألف زائد B على 2 زائد 2 ك B صح نجو الآن ندرك للزاوية الثانية اللي هي A B مع ماذا مع B C تبعو ما يتشوف يا دي ركزوا مع يا A B مع ماذا مع B C A كي هنا حاجة وحد أخر هل تقول كذلك يا دي في الزاوية الموجهة كين عكس الحروف تدخل الزاوية 180 يعني هذه هي نفسها B زائد دوره هذا B A مع ماذا مع B C دائما في الزاوية الموجهة تكون عندكم شعاع والدور الاتجاه تدخل معاكم الزاوية شعال تدخل معاكم الزاوية B شعال يعني هذه الزاوية U معا V زاوية الموجهة تساوي P زائد ناقص P معا V شعال لها هذه رات نقارين ها باللي كيتعاود تقلب الشعاع واحد فيهم برك كيتقلب واحد فيهم زد الزاوية P شعال لها مليحة آه 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 معناه لدي زائد 2 كاب هذه دايما نخلوها تتبع صح شوفوا معايا مليح B A زائد B C B A زائد B C آه شكو لي يقول لي من اللي هنا أشعال كهين الزاوية من B A B C بما أن المثلث هذا قائم ومتلس الساقين هنا عنا 90 هنا 45 وهنا كذلك عنا 45 لأن 45 و 95 180 لكن الزاوية تعنا عصر واحكم ولادي رانا نقول زاوية موجهة زاوية موجهة إلا كنا شوفوا نفهم ولادي مليح إلا كنت تقرأ بهذا الاتجاه تصبح لك بليس وإلا كنت تقرأ بهذا الاتجاه تولي لكم وا نحن نشوف كيف نقرأ هذا رانا نقرأ بي أ بي س رانا نقرأ هك مادم رانا نقرأ هك ما هيش 45 ناقص 45 شوفوا معا مليح لأن كينزوش قراءات على حسب الضائلة المثلثية إلا قليف بهذا الاتجاه هذا الاتجاه قرينا هك قرينا شوف معا مليح بي أ بي س أنا نقرأ بهذا الاتجاه مادم أنا نقرأ بهذا الاتجاه ما توليش 45 تولي ناقص 45 يعني تصبح لكم تساوي بي ناقص بي على 4 لأن نقطكم هذا الزاوية من الله قيسوها قيس تحا هو بي على 4 لكن اتجاه تحا رهن اتجاه عكس على قريب الساعة معنا ناقص بي على 4 زائد 2 ك بي وتساوي بعد توحيد المقام تصبح نا 3 بي على 4 زائد 2 ك بي هنا خرجنا نجمع الحالة هاتف آه تبعوا إذن خلاص هذه بي أ بي سي بي أ بي سي يعني قلت منش يعني نقرأ العكس ما دمر أني نقرأ بهذا الاتجاه بي أ بي سي ما ندوش الزاوية بالإشارة الموجبة ندو الإشارة السريبة آه نعود ودركها نجو لما آه سي آه إي مع بي سي آه إي مع بي سي يسر آه آه إي مع بي سي لولا هذي آه بي مع بي سي آه آه بي مع بي سي الآن ندركها آه إي مع بي سي آه إي مع بي سي هكذا نقرأ شو بتعلم مليح أنا نقرأ هكذا هاي من الزي اللي نبحث عليها زاوية الموجه بين بين هذا وهذا هروح جولادي تشوف معي مليح الفكرة كيف كيف تبعوا تشوف آه إي نخلوها آه ما تشوهاش بي سي الآن وش رأيكم لو كان تعواش نتع آه بي إليه بهن نخدم دايما بهن ندخل معه من آلفة كيف كيف الفكرة تصبح آه إي مع آه بي زائد آه بي مع ماذا مع بي سي زائد اثنان كاب د من آه تصبح أنه تساوي آه إي مع آه بي آه إي مع آه بي شعر آه 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 زائد آه بي مع بي سي آه بي مع بي سي آه بي مع بي سي هاي الزاوية التحشف الراه هاي مين شتوها ليهي كم ليهي ثلاثة بي على أربعة زائد اثنان كاب بي ها نخرجنا حاجة بسيطة جدا يعني هذي آه بي مع بي سي راني حاسبينها مقبل هاي آه بي مع بي سي راني حاسبينها ليهي ثلاثة بي على أربعة يعني تولينا هذه الزاوية التحشف آلفا وهذه بي ثلاثة بي على أربعة هذا هو القيس الرئيسي فقط هني قلت بالي الزاوية الموجهة شوية صعبة لكن شوية تركيز وانتم ما تعلمتوها والذي بأبسط الطرق الآن كملنا الآن مع الجزء الأول اللي هو الزاوية الموجهة دايما تبنيها على ماذا على الزاوية اللي تعرفون هنالزاوية اللي نعرفوهم نعرفو الـ 45 نعرفو الـ 90 ونعرفو الزاوية ألفا وكان الزاوية حدو ما نصلوش لهم الآن تفهموها بالأقل آه خلاص صحة إلا أنه قلت لكم القراءات لازم تكونوا أذكية فيها لما تسيب روحك تقرأ بهذا الاتجاه لنعود نقول تسيب روحك تقرأ بهذا الاتجاه دير بلوس تعالزاوية تقرأ ولكن تقرأ بهذا الاتجاه يعني تقول هاكذا وبعد هاكذا طلعت هاكا تقول بالناقص ولكن درت هاكذا قريت قريت هاكذا نقول بالزايد صحة هذه فيما يخص الآن الجزء الأول أنت عين القيس الرئيسي لكل زاوية ثانيا ثانيا تعين القيس الرئيسي لكل من نبدأ هنا أولادي تبعونا هنا عندنا زور طرق نخدمه بالطريقة المعروفة وكين طريقة روح داخل صح نبدأ بالطريقة اللولة اللي تعرفوها كامل طريقة اللولة تعرفوها شوفوا كيف ندير إما نجل هذه القيمة نقسمها ركزوا كيف ندير نحكم الآن الحاسيبة ولادي شوفوا هذه الآن الحاسيبة ونقسم البصع لما قال 2000 21 تقسيم 4 وبعد نروح كيف ندير بنج بد الباقي التاعي يعني بطريقة بسيطة ها 2000 21 تقسيم 4 تعطينا 505 فاصل 25 شوف كيف ندير بنج بد الباقي الباقي هو 21 ناقص مصيب الذي يدير اكتبوا هذا ناقص هذا في هذا هذا في هذا اللي هو 4 في 505 شعال يعطينا يعطينا واحد شعال يعطينا يعطينا واحد ركزوا مع يمليه ها ها همي ولا كين هنا في الآلة الحاسيبة كين واحد القفل يسموها ابي على سي هنا يتصيبوها ها يعطيك مباشرة النتيجة تعطيك 505 وتعطي لك شرطة هكذا وتعطينا واحد وتعطينا شرطة هكا وتعطينا هذي هذي وش رمقاصدين ها رمقاصدين باللي 2021 تساوي نشوف يساوي لكم هذا في هذا لهو 4 في 505 زائد هذا اللي يجي في الواسط زائد واحد إذن هذي 2020 وش هي صحيحة تساوي أن 2021 ناقص 4 في 505 تساوي واحد لو رجع هذا إلى هنا صبح أن 2021 وش تساوي تساوي 4 في 505 زائد واحد جربوها ايه جربوها 2021 تساوي 4 في 505 زائد واحد مباشرة لك وش نروح ندير لهذه شوفوا معي ها نعود إذن 2021 يساوي أن 4 في 505 زائد واحد هاي القناها هك وش تقول القاعدة هاي اللي نحو سولي هي هي 2021 ب على 4 صح تولينا هنا شوفوا نوصيكم حاجة بسيطة ندير ب على 4 وهنا يد P على 4 خوفوا ما درت ولا هاي وش درت منا درت P على 4 صح هذي نخليها ومنا نكمل حساب ننشر شوفوا نروح ندير ننشر هذا P هنا وهذا P هنا 4 في 505 P على 4 هكذا زائد P على 4 هاي هاي لكم شوف تروح هذا الربعة مع هذي تسبح النوش تسبح أنها 505 P زائد P على 4 ركزوا لادي معايا باشتال ركزوا حتى لنا خلاص لا لا قيس الرئيس لا لا تبع هاي هاي تبع ما تقول لش خلط القيس الرئيس لزاوية السمع وهم لي لازم شوفوا القيس الرئيس كملاحظة لازم تعلموه القيس الرئيس التعني لازم يكون محصور بين ناقص P وزايد P منا مفتوح مغلوق ومنا مفتوح لك يعني محصور صغيرة عن ناقص 180 زيد صغير حرب باللي قيس الرئيس التعني غالط اشتعل المهم لي هاي باش نفهم مجمع بركاء نشوف كيف بما ان هذا العدد كيف هو عدد فردي العدد الفردي هو الزوج زيد واحد يعني نصبح لنا 500 و ماذا 500 بلنا نخلوه 500 و 5 P زيد P و نقص P زائد P على 4 يجمع ركز هني عاود نقول ركز معي صح هنا تقول القاعدة زيد P و نقص P الآن لو نجمع هذا مع هذا تشعلت صباح نا صباح نا 506 P نقص P زائد P على 4 صباح نا تصوي نا 506 P هنا نوحد المقام ها هو P هنا 4 وهنا 4 شوش تصبح لكم صباح نا نقص 3 P على 4 ها هو القيص الرئيسي لأن القيص الرئيسي دائما يكتب على الشكل P ألف ألف زائد 2 ك P ألف زائد 2 ك P مع الألف يجب أن يكون محصور بين ناقص P و P أما زيادة زاوية أولادي لازم تكون محصورة بالناقص P و P لو يجينا وهنا كيف نعرفوه باللي صحيح لازم الشرق التاني لازم تعرفو به لازم المقام يكون كبير على البسط أما قبيلة ما قالوا زمالكم 5 P على 4 هذا ما هو قيس رئيسي لو نجي ونحكم ملاد آلة الحاسبة كما راكم تشوفوا هذه الآلة الحاسبة ونحسم مثلا هذا الزاوية ندير 5 في 180 لأن P هي 80 تقسيم ماذا تقسيم 4 رأي تعطي 225 225 ما تنتميش إذن ما هي قيس رئيسي إذن كيف ندير جيت هنا تقول لك القاعدة بما أن هذا العدد فرضي نزيد P ونقص P P نعطه لهذا يصبح لنا زوجي وهنا نكمل الحساب هاي خرجت لهذه الزاوية صحيح محصور هنا والدليل على ذلك لو ندير ناقص 3 أولادي في 180 تقسيم 4 تعطينا ناقص 135 ناقص 135 راهي جي هنا صحيح إذن القيس الرئيسي التاعي في هذه الحالبة موسي ملاد المليح إذن نقول القيس الرئيسي إذن القيس القيس الرئيسي للزاوية 2021 بي على 4 هو ماذا هو ناقص 3 بي على 4 زي 2 كا بي ها هو القيس الرئيسي التالي نعود نوصي فيكم وتبروا الله يفتع جوذرك أولادي لما جو الحالة الثانية جو الحالة الثانية اللي هي 1442 بي على 3 آه 1400 و 42 بي على 3 نفس السيناريو أولادي الروح نحكم الآلة الحاسبة تعنا تبعوا ما يتشوف تبعوا إذن قلت الروح نحكم الآلة الحاسبة تعنا اللي هي 1442 تقسيم 3 قلت لكم ونذير ذلك اللغز تع ABC شوش تعطت لي هنا مباشرة عطت لي ألف 1442 واش عطت لي عطت لي هي 3 في 480 ز 2 شوفوا واش عطت لي هذه واش عطت لي ها مددت حتى حاجة ها هي هنا قدامكم تمد ها لكم نتيجة ها كيما ورية الولادي كيما نخرجوها ومبعد يكينا واش ندير نضرب من نضرب من نضرب في P على 3 ومن كامل نضرب في P على 3 الآن الآن ننشر ثلاثة في 480 P على 3 وننشر هذه زائد 2 P على 3 صباح أن هذه مع هذا يروح صباح أن 480 P زائد 2 P على 3 هل هنا نزيد P ونقص P أو خرجت مباشرة هيا قلوكو يا الولاد قلوكو نحب ولادي هل هنا خرجت مباشرة أو نزيد P ونقص P هيا تقول يا شطار هل رأي مكتوبة هكو مش مكتوبة هيا تشوف هيا تشوف هيا نحب يلا ميتبر عمايا والا خلاص هنا ما نزيد والو خرجت مباشرة له لأن رأي مكتوبة Alpha هذا زوجي بما أنه زوجي يعني نمكتبها ك إذن الألف التعي إذن القيس الرئيسي للزاوية ألف ألف وأربعمائة أو إثنان وأربعون بي على ثلاثة هو كم؟ هو إثنان بي على ثلاثة ها هوليكم ها هوليكم ها هوليكم ها هوليكم ها هولينا خرجت الآن بعدما أنهينا من هذا جاء السؤال اللي وراه استنتج كورس والسينيس غيرك الضغط نزيدكم طريقة ثانية ما تطلقوش هيقبال الطريقة الثانية خلاص بقبل ما نصلحها الصبورة يعني نكمل استنتاج الكورس والسينيس ثم بعدنا هدروع للطريقة الثانية صح استنتاج كوس ألفين وواحدة وعشرين بي على أربعة وسينيس ألف واربعمائة واثنان واربعون بي على ثلاثة هنا أولادي شوفوا لقيس الرئيسي التاع اللولة لهي هذه ها هو يعني كوس نقول هكذا كوس وش من ربع رأي جانيا ها هاي هاي الدائلة المثلاثية والأتي هاي هنا الدائلة المثلاثية ربع رأي جانيا فيه وينهم هذي لو كنا نحسبوها بالآلة الحاسبة راح تعطينا ناقص ميا وخمسة وثلاثين قلت شعال ناقص ميا وخمسة وثلاثين آه معناه ناقص ميا وخمسة وثلاثين رايح تجينا هنا كي نقرأ ونقرأ وهاك لأنها سالفة وين جينا تبعو أجمع نعم إذن لقينا هذه بعدها زاوية تعنا عشان تصبح عنا الكوست ته كيفش يجي يجي سالب الكوست كان يجي يجينا سالب إذن مباشرة راح تخرجنا الكوست تحت خمسة وربعين شعال هو جذر 2 على 2 دائما الكوست تحت محفوظة هذه الزاوية هل شاه يربي على 4 هي الجذر 2 على 2 لكن راح جاي في الجهة السلبة هاي وين الجهة السلبة تعطينا ناقص جذر 2 على 3 هاي إذن اشعالتنا أعطتنا ناقص جذر 2 على 2 مباشرة لمن تعبوا نجو ذرك أولادي خلاص هذه كمنا معها نجو كذلك للزاوية الثانية اللي هي سينس 1442B على ثلاثة هو نفسه كوس الزاوية الرئيسية القيس الرئيسي اللي هي كوس 2B على ثلاثة يساوي هذه لو كان نروح نحسبها بالآل الحسيب قال لأستاذ كيف نحسبها؟ تحسبها عادية يعني تدير هكا 180 في 2 هذه تنقر 180 هذه هي أولادي هي 180 في 2 تقسيم 3 تعطينا 120 120 وين جينا أولادي كنجو لدائرة المثلاثية 120 تعنا جينا هنا 120 تعنا هنا عفوا هنا السينس عذروني هنا هي السينس سينس فقط أنا السينس شوفوا السينس تحكفش يجي يجي موجب الآن ما هي الزوية الشاهرة الزوية الشاهرة تعنا هي P على ثلاثة P على ثلاثة السينس تحكفش جذر 3 على ثلاثة ورا طيح وين في الموجب يبقى لنا جذر ثلاثة على ثلاثة هذا ما كانوا لدي ها شوف إذن 1442 P على ثلاثة السينس تحكفش هو نفس السينس القيصر الرئيسي تعنا ليه هو 2 P على ثلاثة ليه ينتعى 120 الآنAR الHigh الـ بي على ثلاثة لو ندر cos P على ثلاثة سينس P على ثلاثة سينس P على ثلاثة هو الجذر 3 على ثنين جذر 3 على ثنين طيحنا في الجهة الموجبع بما أننا نحن في الجهة المجابعة نصبحتنا جيدة 3-3-2 هذا هو الجواب بعد ما أنهينا الآن من تعيين القيمة المضبوطة للكوس والسينيس نروح للطريقة الثانية طريقة الثانية نتاع تعيين القيس الرئيسي طريقة ثانية طريقة ثانية نحن قلنا بالليل القيس الرئيسي دائماً دائماً محصور محصور دائماً للقيس الرئيسي قلنا القيس الرئيسي جينا هكا ألفا زي 2 كابي أنه لازم يكون دائما محصور بين الناقص بي والبي هكذا قل القاعدة هنروح نجيبو زاوية تعنا إكس هذي نروح نجيبو الزاوية تعلك كزورك زور لايف تعليكم هنه دائما نروح نجيبوهش نروح نجيبو الزاوية تعنا إكس الزاوية تعنا إكس وين راه هاي هاي وين نجيبها أولادي غير بنقل نحطها هنا هذه الزاوية اسمينها مثلا اكس صحة شا تصبح صبح انها الف الفين وواحد وعشرون بي على اربعة زائد اثنان كا بي محصورة بين البي والناقص بي في جهة مغلوق وفي جهة مفتوح هذه واحدة صحة هنا يقول لك كيف اش نروح ندير ولادي بصانح بكم اتبعوا الطريقة الزوجة هنا الطريقة الزوجة ثانية كنا في هنا من الحسابات يقول لك لازم نجب دو كا واحدة هنا لازم راح ينخدم ونخدم حد تنسيب واحدة لكا عدلت صحيح واحد اروح اجيوا ولادي هنا واش رايكم لو نحي منا بي بقنا واحد ونحي منا بي ونحي منا بي ونحي منا بي بقنا واحد خلاص هذه واحدة الأمر الثاني واش ندير واش رايكم نضرب في أربعة نضرب منا في ربعة وفي ربعة وفي ربعة وفي ربعة ألا بنا نتخلص تبقى لنا ألفين وواحد وعشرون زائد هذه كي نضرب هنا في ربعة تروح هذه معادي وهنا كي نضرب في ربعة تولينا زائد بثمانية كا ومننا كي نضرب في ربعة تولينا ربعة ومننا كي نضرب في ربعة تولينا ناقص أربعة هذه واحدة واش رايكم لو نزيد ناقص 2021 ناقص 2021 ناقص 2021 باش تروح تولينا هاتف 2021 ناقص 2021 زايد 8K ومنها صبحنا 4 زايد ناقص نوضيف ناقص ناقص 4 ناقص 2021 ومنها ناقص 4 زايد ناقص 2021 يقولني علاه يا أستاذ لأنه بيروح هذا مع هذا ها وراح شوش تبقات تبقى منا 8K محصورة بين ناقص 2017 ومنها محصورة بين ناقص 2025 هني نقول لكم تبعوا أجمع أو يخرج وضعش أبقتنا هنا بلا ما نزيد فيه بلا ما ننقص فيه طريقة الزوجة الآن نقسم هنا على 8 ونقسم هنا على 8 ونقسم هنا على 8 تروح حادي مع هذي يقولي للكا التاعي محصور ما بينه وشي أن القيم اللي نسيبه محصور كيف نحسب بالآلة الحاسيبة رايح نسيب ناقص 252 فاصل كم فاصل 12 ومنها رايح نسيب ناقص 253 فاصل 1 شكون اللي يقول لي وش نبدي شكون هو تبعوا ما يمليح شكون اللي يقول لي الكا شعلي اللي يساوي هيا شطاء الكا قال محصور بين ناقص 253 فاصل 1 وناقص 252 فاصل 12 شكون اللي يقول لي الكا شعلي يساوي نستعرب هل هو ناقص 253 او ناقص 253 شون نوسيكم باتكونوا سهلة عليكم كي يكونوا السمعوا معين كي تكونوا تتعاملوا مع القيم السالبة ندوا هذا أسفل أما لو كان جات القيم المجابة ندوا هذا كبير باش تتعلموا مليح ركزوا باش تتعلموا ركزوا كي جاو القيم تعي سالبين دايما نرجعوا للأسفل دو الأسفل اللي هو صباح ناقص 253 أما العكس لو جاتنا هكذا بنوسي لدي مليح بالرغم هي مستحيل جينا هكذا مستحيل لحجي هكذا لو كان جي هكذا مكشمنها كي باش تتكتبها دايلا هكذا مكشمنها باش تتكتبها 258 كبير على 253 هذه ما تدخلش في العقل لو كان جاتنا هكذا نا ميتين واثنين وخمسين فاصر عارف ومن ميتين وثلاثة وخمسين فاصل اه هنا يقول لك ندو الجهة الفقاني لأنها أكبر أو يساوي أو يساوي ندو الجهة اللي مننا أما في هذا الحال اللي جاتنا ناقص ميتين واثنين وخمسين وهنا ناقص ميتين وثلاثة وخمسين أكيد فاصل فاصل بها يكون ندو الأسفل هني نصح يكون في ذلك يشتعارفوا ندو اللي جايب تحت مباشرة راح ندي ذا القيمة ولا ذي هذا القيمة السمعوها وراهي نديها ونحطها وين شوفوا معي نحطها هنا شوفوا معي مليح زائد قلنا اثناني كب زائد اثناني هذا القيمة نعوضها هنا كب لم يقلت نعوضها ك في ناقص مئتان و ثلاثة وخمسنا بي نعوض نقول قلت هذا القيمة الك اللي القيناه نحطه هنا كين نحطه هنا ونحسب اللي هنا أربعة وهنا مئتان وواحد ألفين وواحد وعشرون بي ناقص ثمانية في ناقص مئتان وثلاثة وخمس هكذا ولادي تبعوا الله يفتع عليكم صح وما ننساش هنا كلمة بي راني منذل في والو راني هنا نوحد في المقام مع هذه العبارة قط الكم الكا كي تسيبوه جيبو وحطوه هنا وجيبو الزاوية بتاعكم هذي وهنا وكملوا الحساب بتاعكم في ذا المكان مبارك هنا فيها في المكان تصبح أنها واش تصبح أنها تساوي عايتش في شطار شعلت خرج لكم عايتش في الحب بولادتش شعلت خرج لكم هيا ألفين إذن قلنا خرجنا كامل تولينا ألفين وواحد وعشرون ناقص ثمانية في ثلث مئة في مئتان وماذا وعفوا في مئتان وثلاثة وخمسون تعطينا ناقص ثلاثة بي على أربعة هايطة ناقص ثلاثة بي على أربعة واش درت قال أستاذ واش درت حسبت هذا مع هذا بي خلينا نخرجه قاعم مشترك هذا بي هنا خرجنا كامل إذن نعود نقول هذا القيمة جيب وحطه هنا وهذه جيب وحط هنا يعني هكا تصبح لكم باش تعلم مليح الفكرة نحسب واش نحسب نقول تولي ألفين وواحد وعشرون بي على أربعة زائد اثنان في ناقص ثلثمائة واثنان عفوا ناقص مئتان واثنان وثلاثة وخمسون بي وحسبو حسبو حسبو خرجوا البيعان المشترك وحدوا المقام حسبو هذا اللي القيناه هو القيص الرئيسي شدتوها كيفاش؟ آه هذا فيما يخص الطريقة الزوجة هنا طريقة الزوجة تخرج بنفس الشيء والطريقة اللولة راني فهمتكم فيها لأن على أن مرات يمدلك يقول لك مئتان راديان مئتان راديان هنا كنت يتخدم بالطريقة اللولة ما تخرج لكش طريقة اللولة هذه بالراديان هنا ما يش مكتوبة بي نخدموا بهذا الطريقة وتخرج لكم صحيحة كيف كيف إذن طريقة اللولة فهموها وزيدوا فهموا الطريقة الثانية خلاص صحيحة نجوذ ركا أولادي الآن نجو إلى ثالثا قال بسيط العبارة إذن تبسيط العبارة تبسيط العبارة AX هنا في تبسيط العبارة لازم نكون إيسا ذاكي ونعرف كيف نتعامل معه في تبسيط العبارة أعطونا AX نسوي لنا كوس كم P زائد X ثم زائد إثنان سينس 2021 P ناقص X زائد كوس P على إثنان ناقص X R هنا أولادي لازم لك تكون تعرف هذه الحاجة اسمها الدائرة المثلاثية كتلعب بها لاحظوا معي هاي وندع إلى المثلاثية ننجو إلى الحالة الأولى اللي هي كوس P زائد X هاي هنا الزاوية التاعي X ونزيد لها P معنا الجهن هذه هي الزاوية P زائد X شوفوا معي رايقوا الكوس تاح كوس هذا الزاوية هاي هنا الكوس تاح بالنسبة لهذه شعلي يساوي شوفوا معي لأنه دايما تربطهم مع X بارك هذه الزاوية P زائد X شوفوا كوس تاح وراها جاي جاي سالب وال X كيف جاي الاخر تاح جاي تاح موجب آه ما معناها معناها باش تتعلم مليح معناها كوس بي زائد X بالنسبة إذن هذا سالب هذا موجب دايما نحن نربطها بالنسبة إلى X نعود إلى X دايما نعود ونرجع إلى X إذن بي زائد X كوس تاح سالب والX كوس تاح كدير موجب تساوي ناقص كوس X هذا سالب ذا موجب مدام هذا سالب بيعود مع هذا كيف كيف نديره نضرب هذا في الناقص هذا وقدامكم سالب وهذا موجب هل سالب يساوي موجب مستحيل إذن كيف ندير بما أن هذا موجب نضربه في الناقص يعني تولي كوس بي زائد X هذا الخرطع موجب نضربه في الناقص يولي ناقص كوس X هذه اللولة ننجو للثانية إثنان سينس سينس ماذا إلفين وواحد وعشرين بي ناقص X هذا هو عدد الفردي والعدد الفردي هو عدد زوجي زائد واحد العدد الزوجي تفهمنا عليه في القصو السينس يروح مباشرة معنا ما احتجوه صبح أنه يساوي إثنين في سينس بي ناقص X لأن هذه 2020 بي هذا ما نحتاجوش يروح لأنه يمثل مجموعة من الدورات نصفه النصف التعليم في المجموعة من الدورات يبقى ناقص بي برك هاي لكم الآن نجو كذلك للدائرة المثلاثية ها هي هنا بي ها هي هنا الزوية X ها هي هنا الزوية تعنا X بي ناقص X ها هي هنا الزوية تعنا P ناقص X ما نحتاجوه هنا هي P ناقص يعني 180 ونقص لهذه الشوية شوفوا لكم السينس تاع هذي سينس تاع بلس وهذه سينس تاع بلس متساويين في السينس شوف متساويين في السينس هذه الزوية وهذه رغم متساويين يعني تساوينا 2 في سينس X رغم متساويين فقط صحة نجوذرك للحالة الاخيرة اللي هي cos P على 2 ناقص X نحاو الدنجي نفس السيناريو لدي لما للدائرة المثلثة هي المنقذ الوحيد لحل هذه العلاقات ها تقول اصبح عنا ها P إذن عنا الزوية اللولة CO X هاي هنا X وهذه 90 ناقص X 90 ناقص X هاي وين 90 ناقص X هذه الزوية من هنا هي P على 2 ناقص X شوفوا معي مليح شوفوا معي تقول واحد القاعدة واش تقول إذا جاءت 90 درجة مع الزوية فإن الكوس يتحول للسينس والسينس يتحول الكوس يتحول أي زاوية ندخل معها 90 الكوس يتحول للسينس هذه قاعدة صح إذن هذي شوفوا معي الكوس تحول ها هو شوفوا وراء بالنسبة لهذا الزوية الكبيرة شو شي يمثل هذا الطول وهذا متساوي هذا يمثل كوس وهذا وش يمثل يمثل سينس سينس وش بغا يقول بغا يقول بلي هذه تساوي سينس اكس اسمعوا معي راكم ما قرأتوها بلي أي زاوية ندخلوا معها 90 درجة الكوس يتحول للسينس ها هي لكم هذا الطول إلا كان هو كوس شي يمثل بالنسبة للزاوية الدوزيان يمثل سينس هذا الطول يساوي ذا الطول وهذا الطول اللي هو التعbase السينس تعالز زاوية وش يساوي يساوي نا الكوس سينس هذا هذا سوي يساوي كوس الزاوية x يساوي нужно 것 سينس السينس التعالز زاوية هذا هو الكوس الس الزاوية الكبيرة يعني تبادلوا بناتهم الخلاص الدرجة الصباح ل x وش يساوي له اللول شوف وصل نا قص الثانية أعطاتنا زائد 2 سينيس الثالثة أعطاتنا زائد سينيس واش صباحنا صباحنا ناقص كوس ناقص كوس وهذه هنا لاحظوا هنا معنا الله يفتح عليكم إذن ركزوا هنا معي هذه خلاص أعطاتنا ناقص كوس هذه أعطاتنا 2 سينيس وهذه أعطاتنا سينيس إكس صباحنا زائد 3 سينيس إكس زائد 3 سينيس إكس يعني نعود نقول كوس بزائد إكس هو نفسه ناقص كوس إكس ورما عندكم هذه العلاقات وعندنا 2 سينيس 2021 بي ناقص إكس هي نفسها قلنا كينسبوا العدد قالها أستاذ لو كان جاتنا 2 في سينيس 1442 بي ناقص إكس آه هذه بما أن العدد تعنا شوفوا معي تبعوا معي بما أن هذه العدد الزوجي عنده الحق كامل لا يروح أما إذا كان العدد فرضي يروح الزوجي ويبقى واحد مش تفهموا الفكرة هذه هي باش تفهموا لي الآن هذه هي ناقص كوس وهذه هي ثنين سينيس وهذه هي السينيس نتجمعه هذا مع ذا يعطينا ثلاثة مع هذا يعطينا ناقص كوس إكس إذن ها هونا الجواب التالي صاح أولادي الآن كملنا مع حاجة يسموها تبسيط العلاقات المثلاثية نجوه راه أولادي وتهية خاصة الجماعة لنا يتبعوا صح مقلوبهم إن شاء الله يسيبوا هذا الشيء في الاختبارات ويجاوبوا طريقة صحيحة صاح برافو عليكم الآن قال لنا حل في أرم عدلات إذن نجو إلى رابعا حل في أر المعادلات المثلاثية نبدأ بالحالة الأولى الحالة الأولى اللي هي كوس إكس يسوينا جذر 2 على 2 شكون هي الزاوية لكوس التاحة جذر 2 على 2 عاية شفية أولاد شكون هي الزاوية لكوس التاحة وجذر 2 على 2 أكيد هو 45 برافو ما نصبح لنا كوس إكس يسوي لنا كوس 3 على 4 يعني نحو هذا القيمة ونحط الزاوية بتاعنا صاحة واش تقول القاعدة أولادي شوفوا معي مليح كل حاجة نقدره نجدها نبدأ للمثلاثية كلش شوفوا معي الكوس وين هم الزاوية اللي متشاوين في الكوس إما هذه الزاوية مع هذه إلا كانت هذه إكس هذه تكون نقص إكس ولا الزاوية هذه والزاوية هذه هذا يتشاركه في نفس يتشاركه في نفس الكوس وهذا يتشاركه في نفس الكوس سمعوا واش تقول لكم هاسمعوا تقول لنا إكس يساوينا بي على 4 زائد 2 ك بي أو إكس يساوينا ناقص بي على 4 زائد 2 ك بي هذه الحلة الأولى إذن دائما كيسيبه كوس يساوي كوس في 2 ناحة الزاوية إما هذه الزاوية تساوي هذه زائد 2 ك بي أو تساوي العكس التي هي ناقص بي على 4 زائد 2 ك هكذا تقول القائدة إذن كوس يساوي كوس فإن الزاوية تساوي ذي الزاوية ولا تساوي العكس تتاوي زائد 2 ك مع كعدد صحيح لا مشيغي بي عهد هكذا تساوي هذي القائدة الحلول التعون يعني نقدر نكتب S يساوي ناقص بي على 4 زائد 2 ك بي و بي على 4 زائد 2 ك بي مع كعدد صحيح هكذا الإجابة النموذجية صح هذه الحالة الأولى نجو الآن إلى الحالة الثانية الحالة الثانية هي سينيس سينيس X يساوي 1 على 2 ما هي الزاوية التي سينيس 6 1 على 2 هي 2 على 6 هي 30 يعني يصبح أن سينيس X يساوي سينيس P على 6 واش تقول القاعدة أولادي نعود العدوثان كذلك إلى الضائرة المثلاثية كلش موجود في الدائرة المثلاثية لو تركز تعلم كلش واش تقول القاعدة ما هي الأماكن التي يتساوي فيها السينيس يتساوي السينيس إذا كانت هذه هنا أو هذه هنا ها يجو كيف كيف إما الكوس إما X أو P ناقص X أو يتساوي هنا مع هنا هنا ثاني هنا يكونوا على ستة زائد إثنان كابي يا لولاد ركزوا إذا ما تقول القاعدة في السينيس إما زاوية ساوي المقابلتها زائد إثنان كابي أو P ناقص الزاوية الثانة زائد إثنان كابي هنا نبقى نقضل واحد المقام P هنا ستة وهنا ستة صبح لنا خمسة P خمسة P على ستة ها من أجنوبات تلعي ها من أجنوبات تلعي ويخرجوا زاوية ها من خرجكم كيف نقول إحنا قيس رئيسي ها 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 الحالة ثانية صاحة نجو الآن إلى الحالة التي بعدها الحالة التي بعدها واش تقول إثنان إثنان سينس إثنان إكس زائد جذر ثلاثة يسوي لنا السفر ها هي نرى هنا نفس الشيء رجع هذا ومن صبح إثنان سينس إثنان إكس سوي ناقص جذر ثلاثة نقسم من على ثنين ومن على ثنين صبح ناقص الآن كنجو وين هي الزاوية اللي السينس التاحة بلا ها هي ها هي شوفو شكا دير شكون هي الزاوية ها هي الزاوية أطيبري شكون هي صبح ناقص سينس إثنان إكس يسوي لو نجو نشوف لها السينس التاحة الجذر ثلاثة على ثلاثة هي بإعلامة على ثلاثة ولكن ها هي في السلب كيف سنتعمل مع هؤلاء هيا شطار هيا تشوف نحب بكم تشوف لكم معايا مركزين هيا جماعة ما هي شبعة ثلاثة الزاوية الشاهرة هي بإعلة ثلاثة هذي هي بإعلة ثلاثة بالصحرة زاد جيت حاجة يسموها الناقص هيا تشوف الجماعة الخير كيف سنتعمل معها هيا شطار يا إما صبح سينس ناقص على ثلاثة على أولادي لأن راه يجي هنا سينس سالب سينس يكون سالب يكون سالب في هذه الأماكن يعني راه يجي هنا يجي هنا ناقص على أمن ناقص على أمن ركزوا معايا لي يجي ناقص على ستة الآن لأن راه سالبة يكون جات مجبن دير وبي على ستة درك النحو واش بحنا قلنا السينس يساوي السينس إذا كان الزاوية تساوي الزاوية لمده بي على ثلاثة زايد إثناني كابي هذه واحدة أو إثناني إكس يساوي شوف معايا يساوي لنا بي ناقص زاوية وحنا رأي هذه الزاوية بس شوف معايا قلنا إكس يساوي ألف زايد إثناني كابي ولا إكس يساوي بي ناقص ألف زايد إثناني كابي الألف التعلي في ذي الحال كيف رأي زاير يا بير السلب السلب مع القانون تع السلب واش يصبح موجب يعني يصبح لكم بي زايد بي على ثلاثة زايد إثناني كابي يا جمعة رأي نقول تبعوا الزاوية زايد اسناني كابي أو سين يساوي بي ناقص الزاوية زايد اسناني كابي الزاوية التي 보� erhalten هي بي هذه على ستة بي على ثلاثة ندر هنا بي على ثلاثة ونزيد هنا هاي لكم هنا ناقص بي على ثلاثة ناقص بي على ثلاثة ناقص بي على ثلاثة ونجو نعوض هنا بناقص نقسم هنا على 2 هنا تولينا 4P على 3 وش صباح لكم؟ تروح هذه مع هذه وتوليكم هنا 6 وتروح هذه مع هذه وتروح هذه مع هذه وتولينا هنا شعال 6 وتروح هذه مع هذه ونقدر نختزل هذه مع هذه وتولينا 2 على من؟ على 3 ها هم لكم الحلول التوالي ها هم لكم الحلول ناقص بي على 6 زايد كا بي وإكس ثاني 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 بي على 3 زايد كا بي لأن 2 راحت مع كا ينتمي إلى زاد يعطيكم الصحة الآن نكمل مع المثال لزجورة المثال اللي جاوراه هو كوس إكس يسوينا ناقص سينيس إكس كوس إكس يسوينا ناقص سينيس إكس يا شطار نحبوا لدي تتبعوا كوس إكس يسوينا ناقص سينيس ناقص إكس لكن حبوا لدي ركزوا معي تشو معي أمليح؟ قلنا قبيلة كيف يتحول الكوس إلى السينيس ومتى يتحول سينيس إلى كوس إكس لما تدخل معهم 90 درجة تكون دخل 90 درجة نحن نعرف باللي شوفوا معي كوس إكس هو نفسه سينيس تي على إثناني ناقص إكس ذركة وعنا حالة ثانية اللي هي سينيس إكس يسوينا كوس بي على إثناني ناقص إكس حبينا نجيبو ذي ونعوضوها هنا رنى أحرار حبينا نجيبو ذي ونحطوها هنا رنى أحرار اللي نخدمو بها تخرج كيف كيف ما هليناش نخدمو بوحدة؟ صح؟ واش رايكم؟ لو نجي نعوض مثلا نعوض هذه هنا هذه نعوضها هنا واش صباح لكم؟ صباح لنا سينيس شوفوا معي أمليح ولادي بي على إثناني ناقص إكس خلاص نجيب هذه نعوضها هنا تساوي سينيس ناقص إكس آه هاي خرجت الآن واش قالنا الأستاذ؟ قالنا السينيس يساوي السينيس إذا كانت الزاوية تساوي الزاوية أو بي ناقص الزاوية يعني من هذه واش ينتج؟ ينتجنا إما بي على إثناني ناقص إكس يساوينا ناقص إكس زائد إثناني كبي هذه الطريق اللولة والطريق الزاوجة بي على إثناني ناقص إكس يساوينا بي ناقص الزاوية ماذا الناقص؟ صباح لنا زائد إكس بليس دو كبي بي يا جماعة راني قلت بلي فالسينيس يأما يساوي الزاوية تاعك يأما بي ناقص الزاوية تاعك إحنا الزاوية تاعنا راهية في حد ذاتها بالناقص وكيف نزيدوا لهالناقص تعال القانون؟ صباح لنا زائد آه صباح لنا واش؟ وابنا يهن 되어 ниجا ذاتUm صباح لنا بي على إثناني تُصوينا أثنان كبي هذه مستحيلة هذه مستحيلة يعني هذه مرفوضة لا نقص إني criticizing مع هذا مع هذا يذهب صباح لنا بي على إثناني هل تُصوينا هل بتكشمنية فهذه مستحيلة وبذلك ناقيب القريبة معها قبل الطريقة مع بالحسب هرEvet نحن رأيكم هلادي لو نجيب هذا هنا وهذا نأديهما ناقص X يساوي ناقص P على 2 زائد 2KP ناقص X و ناقص X يساوي ناقص 2X نقسم على ناقص 2 منه و نقسم على ناقص 2 منه و نقسم على ناقص 2 منه هذه مع هذه تروح ناقص X يساوي ناقص P على 4 و هنا يروح هذا مع هذا ناقص 2KP هذه هي الحل التاعي هاي لكم شوفوها معي تصبحنا P P على 4 اذا قلنا ندو هذا كمنا نرجعها هل نشوفو الآن هل يعني لو كان نجرب نجرب زاوية للقيناها شوفوا معي مليح أن يخطي لكم هل لو نجرب بزء عفوا عفوا هنا هنا هذي تروح معادي تصبحنا هاكا 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 سمحوا لي هنا غني سيت تبعوا ما يمليح إذا نتروح هذه مع هذه تصبحنا الثنين تروح مع الثنين تصبحنا ناقص روحوا نجربوا هل رانا صحاح أم لا هل رانا صحاح أم لا نجربوا هنا بالزاوية لتعنا لو الكا نتأكد يعني هل النتائج المحصل عليها صحيحة ولا بيش صحيحة نسيت بي نعم تبعوا معي صح؟ ركزوا معي الله يفتع عليكم تبعوا تبعوا نعم نعم ركزوا معي هنا سبما تخلطناش الأمور سمحوا لي تشوف قيب لقى الجماعة باش ما تخلطوا الأمور نعود قلنا إما الزاوية يساوي الزاوية اللي هي بي على إثناني ناقص إكس يساوينا ناقص إكس زائد دو كا بي أول حالة الثانية أحمد ديكم اللي هي قلنا بي على إثناني ناقص إكس تساوينا بي ناقص الزاوية شوفوا الزاوية التعناد هي بالناقص ونزيدوا الناقص تعال قانون تقول لي زائد إكس هكذا زائد دو كا بي زائد دو كا بي تبعوا الله يفتع عليكم جمعا هاي وينا الآن قلنا نرجع ذا منا وهذا نديه منا واش تصبح عنا هذا خلاص قلنا باللي يكون يروح هذا مع هذي هذي مستحيلة هذي مستحيلة أنا قلت لكم هذي مستحيل ما تحاوشوش عليها نجهدوك للحالة الثانية اللي هي نرجع هذا منا ونرجع هذا منا واش صبح لي صبح لي ناقص إثناني إكس يساوينا بي نسينا الساعتين ننقل هذا مناقص بي على إثنان هكذا زائد إثنان كا بي نوحد هنا يا المقام بي ناقص بي على إثنان صبح لنا بي على إثنان خلاص واش رايكم ولادي ذو كا لو نقسم منا على نقص ثنين ومنا نقسم على نقص ثنين ومنا نقسم على نقص ثنين هذي مع هذي تروح وهاني تصبح لي ناقص بي على أربعة ومنا تصبح لي ناقص كا بي ناقص كا بي ولي زائد كا بي ما يأثروش يعني تروح حاكا والله هكا أنها أنصف الدورات يعود يرجعك نفس نص المكان تعال جيالي من الغد الآن ها هو هنا حول المعادلة التالية وهذه هنا تقلبوها زي اللي ناقص مش هتأثر هذي ما تقلبوهاش أرواحه نجربوه لا نصحه ولا لا أرواحه نجربوه لا نصحه ولا لا لا لو نعطيه للكا نعطيه له صفر ونشوف معوض الله تليليكوس ناقص بي على أربعة هل يسوينا ناقص سينيس ناقص بي على أربعة أرواح هاي الدائرة المثلثية ناقص بي على أربعة هي هنا جيذر اثنين على ثنين السينيس ناقص بي على أربعة شوش عالي يسوي ناقص جيذر اثنين على ثنين والناقص تحتها شوفوا معي هذي أعطتكم جيذر اثنين على ثنين هذي خلاص جيذر اثنين على ثنين راني صحيح نجول هذا تعطينا ناقص جذر 2 على 2 والناقص تعطينا جذر 2 على 2 رانا صحاح رانا صحاح هذه واحدة يقول يا أستاذ ركي طبقت في مكان هنا عوت العكس هنا وش قلنا شوف معي يا أولادي هذا آخر يقول يا أستاذ لو كان خدمت العكس وكان درت لنا في بلاس سينيس نحن قلنا باللي سينيس إكس يسوينا كوس بي على 2 ناقص إكس لو جينا وعوضنا هذه هنا هل نخرج في نفس النتائج هل نخرج في نفس النتائج أروح الجولة دي صباحنا هكذا كوس إكس يسوينا بس صحيح نحب كونتاكس خلوا هذا النقص اللي كان بره أفضل خلوه هنا أها ما خلوش شوفوا لكن حبكم تركزوا معي يصيروا ما تفهموش بي يقولينا كوس بي على 2 ناقص إكس لكن الزاوية التاعي شو رأي بالناقص والناقص تعالق يقلبها زيد إكس يا جمعة لازم تتعلموا هذه الفكرة راني قلت حنايا لازم تفهموا هذه الحاجة الزاوية التاعي هنا شو شو كيف رأي ما يسموها نفرضوا بللي يسموها مثلاً هذه الفا هذه الفا تولينا بي على اثناني ناقص الفا لكن ناقص الفا شتاوه هو وناقص إكس مع الناقص يولي زيد ها هي بيكم باش تتعلموا الآن كيفاش نحي قلنا الكوس كيفاش نحي يا إما يسوي الزاوية هذيك يسوي العكس التاحة يعني يصبح أنه إكس يسوينا بي على اثناني زائد إكس زائد عفوة نعم زائد إكس زائد دوكا بي طريقة الأولى أو إكس يسوينا ناقص الزاوية التاعنا ناقص الزاوية التاعنا تبعوا جمعة يعني إما هذا تسوي هذا أو هذه تسوي العكس التاحة واش صبحنا ناقص بي على اثناني ناقص إكس زائد اثناني كا بي يتسويها يتسوي العكس التاحة هاي بيكم الآن نرجع هذا هنا نرجعه منه شيء وليكم لدينا ثنين إكس نقص منه على ثنين ومنه على ثنين ومنه على ثنين هذه إكس تروح معها هذه صبحنا هل سفر يسوي هذه مستحيلة هاي تروح مستحيلة مكشمنها تبقى نالجهة اللي مليه إكس يسوينا ناقص بي على أربعة زائد كا بي نفسها كيما لقينها شفتوها كيما لقينها قاعد وهذا قلت لكم يجي هنا كلمة ناقص ولا زائد مراحة أدير حتى حاجة صحا بعدما أنهينا الآن من هذا الجزء نروح الآن إلى الجزء الآخر ليرا يقول لي مسح الكاميرا الكاميرا عندي عشرة على عشرة را عن فونيكس وشي نقصة نجل الآن إلى خامسة نقالوا حسب بنا هذا الجودة هذا الحساب أروحي جولاتي صحا راح نحسب إثناني في جذر إثنين زائد جذر ثلاثة الكل مربع أكيد هذه نحسبها يولينا مربع هذا يعني كيكون عندكم عسر واحكم هنا بس صح عسر واحكم رأي مكتبة جوداء الكل قوة ثنين يولينا هذا كربع يولينا ربعة أما هذا يعطينا متطابقة شهيرة هذا كربع وقلت يولي ربعة وهذا يولينا متطابقة شهيرة مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء إثناني في هذا في هذا تولينا كم تولينا خمسة في هذا تولينا عشرون زائد ثمانية في جذر ستة ها هي ها الحساب ها هي خرج والهدف التعموش هذا هو هذه ستنفعنا في الأجزاء الخرين با با اللي هو حل في أر المعادلة واحد وين راه المعادلة واحد ولادي ها هنا معادلة واحد نجو نحفظوها نحسبوها أول المميز المميزوش يساوي ولادي بي مربع وش يساوي يساوي بي مربع أنا نعود نقول تبعوا الله يفتع عليكم جمعة إذن لاحظوا هنا معي أمليح عفوان هنا عنا زيت نحيضا بالزيت إذن قلت يساوينا بي مربع لهو هذا إثناني في جذر إثناني ناقص جذر ثلاثة الكل مربع ناقص أربعة في س في س إذن ناقص إذن بي مربع ناقص أربعة آسي آ اللي هي تبعوا الله يفتع عليكم جمعة إذن نحسب واجمعة إذن شات صباحنا ناقص أربعة آ س اللي هو يذر ستة الآن ندرك لو نجي نحسب هذا القيم واش رح نسيب تبعوا تساوينا مربع الأول آونا إذن مربع الأول اللي هو أربعة في هذا مربع اللي هو ثنين زايد مربع هذا ثلاثة ناقص ضعف الجوداء ثنين جدر ستة ثم هكذا ناقص أربعة جدر ستة لأن ناقص أربعة آ س ناقص أربعة آ س نعود نقول إذن بي مربع ناقص أربعة آ في س لكن الس هنا ما ننسى وش جمعة رفيه الناقص يا جمعة تبعوا إذن فوفوا معي بي مربع ناقص أربعة في آ في س الناقص مع الناقص يعود زايد هذه واحدة صباح لنا تساوي الآن هذه الشعال تعطينا تعطينا خمسة هذا في ذا يعطينا عشرون ثم هذا في ذا ناقص ثمانية جدر ستة وهذا مع هذا يعطينا ستة عشر جدر ستة صباح يسوينا عشرون زايد ثمانية جدر ستة وهذا ما ننسى دي مميز اللي حسبناه هو نفسه هذا شوفوا معايا اللي هو يسوينا اثنان في جدر اثنان زايد جدر ثلاثة الكل مربع شوفوا تعلمون لماذا أعطانا أعطانا هذا قنح أنشرها في اللول قالنا أنشرها لأننا لحين حافظوا عليها تصبح أنها تساوي الآن هذا هو الأخر الثالث مميز وهذا القيمة راه مجابة مدام القيمة هذه مجابة معنا هذه المعادلة تقبل حلان تصبح أنها جذر دال يساوي هذا ذكي نجذره يروح التربيع يولينا 2 في جذر 2 زائد جذر 3 لنا x1 يساوي x1 يساوي ناقص b ها هو ال b ونزيد له ناقص صبح ناقص 2 في جذر 2 ناقص جذر 3 ناقص b ناقص جذر دال طلي هو 2 في 2 جذر 2 زائد جذر 3 على 2 2 2 2 3 8 2 شو معنا مليح ننشر ذركا ونشتر حيسر اللولي نحي 2 من و 2 من و 2 من و 2 من 4 وندخل عليم ناقص هنا يقول لي ناقص يقول لي هنا زايد يقول لي هنا ناقص يقول لي هنا ناقص صحا شو شو تأسر هذا مع هذا يروح تبقى أنها ناقص جذر 2 و ناقص جذر 2 اللي هي ناقص 2 جذر 2 على 4 وتسوينا ناقص جذر 2 على 2 هذا الحل الأول صاح أولادي إذا x1 يسوينا ناقص جذر 2 على 2 ننجو الآن إلى الحل الثاني الحل الثاني اللي هو لا صلى الله يبن خليه محفوظ جماعة تبعوا بركة صبحنا x2 يسوي ناقص ب ناقص ب يعني هذا ندخل علي ناقص 2 في جذر 2 ناقص جذر 3 ناقص زائد جذر دالتا اللي هو 2 جذر 2 زائد جذر 3 على 2 صاح نحو 2 من 2 من 2 من و ندخل علي ناقص بحنا ناقص هنا زائد هنا زائد وهنا تشوف شوش يصبح و يدخل هنا ناقص هذا عفوا ناقص اللي هنا ناقص وهنا زائد جذر 3 هذا مع هذا يروح جذر 3 زائد جذر 3 هي 2 جذر 3 على 4 نحو من 2 ومن 2 صبح لكم x 2 يسوي جذر 3 على 2 من الحرود التوارى هذه هما الحلول التوارى ثم بعدما أنهينا من الحلول رايحين نروح للجزء الآخر قال استنتج في R الحلول معادلة استنتاج في R حلول المعادلة الثانية وشنهي المعادلة الثانية ولادي ها هنا المعادلة الثانية شو معي مليح راتب أني قلت رايح مراجعة ها هنا جمع لي لا بغير تبع لي هي 4 كوس مربع X ناق زائد زائد 2 في جذر 2 ناق جذر 3 في كوس X ناق جذر 6 يصي تغيير متغير وش تصبح لكم هذا عوض له ناق وعوض له شا تصبح لك 4 Y مربع زائد 2 في جذر 2 ناقص جذر 3 Y ناقص جذر 6 لسوي نصي فر شوف ها مليح في بلاست القوس حقيت Y لكن هذه لها نفس حلول المعادلة واحد هذه ولادي هي رهينة سهار شوف وعن به آه ما دام هي نفسها يصبح أنه واج يصبح أنه Y 1 يساوي ناقص جذر 2 على 2 و Y 2 يساوي جذر 3 على 2 لكن نحن نحن ما قال نحن نحن قيمة Y قال استنتج الحلول تعمل 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 هذا Y نحن نزل نحن ندر من عندنا لكن نحن دائما نجد قيم X قيم X نعود ونرجع كما كنا نحل قبل نقول 1 لما هذه يدركها شوفوا نعاود ركز نجيب هذه يدركها ولادي نحن هنا شا تصبح cos X يساوي ناقص جذر 2 على 2 ونعاود نجيب هذه ونحن ها له صبح X cos X يساوي نجيب 3 على 2 ونعاود نحل المعادلة تلقي كما كنت نحل هنا باش تعلم الفكرة صبح أن cos يتنحق لنا يدي عبارة إما يدي X يساوي ناقص على 4 تاح هذه رأي نفسها cos شا كون اللي يقول لي شا كون هي الزاوية للك cos تاح ناقص على 4 ناقص 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 جذر 2 على 2 هيا تشفى جماعة الخير هيا تشلين عارفوا الصحران برونشي معايا شا كون هي الزاوية كوست ناقص جذر 2 على 2 كما عارفين من جاية هاي جاية هنا من جاية هنا اللي هيا هيا تشفى جاية لا لا ما يش على 4 4 ولي ما يش ناقص على 4 لا ناقص على 4 ها بو كان جذر 2 6 هاي الزاوية تاح كوس تاح موجب شا كون هي الزاوية شا شا لا لا ما يش ناقص على 4 ناقص على 4 كوس تاح موجب وهنا كوس تاح سا كون يقول لي يكون سالب في ذا الكروار وفي ذا الكروار ومنه يصبح أن x يسوي لنا 3 بي على 4 زائد 2 كا بي ولا الـ x التاعي يصبح أن يسوي ناقص 3 بي على 4 زائد 2 كا بي هذه الجزء الأول 3 بي على 4 يعني يجيكم هنا يجيكم هنا 3 بي على 4 هاي ينجي ناقص 3 بي على 4 يأمانا ها من الحل التي تاعكم اللون ذو نجو لما الكوس التعيد دينا جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 أكيد هو الكوس التعمن كوس جذر 3 على 2 الكوس التعامل انتع بي على 6 انتع بي على من على 6 يصبح النواge إما x يساوي لنا زاوية التي هي بي على 6 زائد 2 كا بي ولا x التاعي يساوي العكس التاع الزاوية اللي هو ناقص بي على 6 زائد 2 كا بي هانا جبدنا الحلول التعنى قلت هانا جبدنا الحلول التعنى إذن اشفا وبي الكوس الزاوية التي تكون سلبة معناها هي 3 على 4 يعني المهم تجيكم هنا الزاوية هي الأصلية اللي تجيكم هنا وبعد نحوه بطريقتين إما تساوي الزاوية أو تساوي العكس التاحة أما هذه هي بي على 6 الكوس التاحة إما يكون بي على 6 أو ناقص بي على 6 ملهي الآن هذو هما الحلول التعنى إذن الحلول التعنى المعادلة الثانية هما هذا الزج اللي اكتبنا بعدها نروح للسؤال الأخير اللي هو استنتج هم هذو هما الحلول التعنى المعادلة قادرين نكتبوهم اللي هما S يساوي ناقص ناقص 3 بي على 4 زيد 2 ك بي و 3 بي على 4 زيد 2 ك بي ولا بي ناقص بي على 6 زيد 2 ك بي ولا بي على 6 زيد 2 ك بي هذه الحلول تتعنى المعادلة الآن ننظرك ننجو إلى دل استنتاج حلول المعادلة 2 في المجال اللي هو من صف الاثنين بي آه هذه اللي كنا نخرج فيهم هذا في R في جميع الحالات صح ننجو ذرك أولادي قال لي ذرك غير من صف لثانين بي من صف لثانين بي أمر سهل جدا هيا نقول لكم الدائرة المثلاثية هاي دائرة المثلاثية شوف الدائرة المثلاثية كنا تعالونة كهم صف لثانين بي كأن كلا correspondence حافظوها قلت لما يقول انصف لثانين بي ش كنت ركزوه نقول إما تيطا أو بي ناقص تيطا أو بي زي تيطا أو 2 بي ناقص تيطا يجب ما عشفوا معها مليحة إذن لما يقول لي صفر للثنين بي أذوي المخطط اللي يجب أن يحافظه تيطا بي ناقص تيطا بي زي تيطا 2 بي ناقص تيطا هذه هي كلمة المجير من صفر للثنين بي صح أولادي السماء ذو كا نبدأ ونخدمه إحنا السماء أكيد رح نمده قيم لمن؟ قيم لهذا الكاتثاعي بغيت يخليه زاوية التوعي هنا نبدأ بالحالة اللولة هذا اللولة لو نركز معه نفسي نتعلم مليحة مليحة لو نمده أولا نمده هنا أو هنا لو كان نمده الكا نعطوله صفر في حالة ثلاثة بي سمعوا معي مليحة على أربعة زائد اثنان كا بي لو نعطوا للكا صفر إحنا الزاوية التعنا وين راهي؟ شوفوا معي مليحة يا جمعة تبعوا الله يفتعليكم من هذا الأمر أول شي باش نعلموا لدي حاجة بسيطة وتعلموا لها الزاوية الشاهرة هي هذه بي على أربعة يعني هنا تبعوا لكم هاكا بي على أربعة وهنا P على 4 وهنا P على 4 وهنا P ناقص P على 4 اروح جيبا دي برقوا نشوفه ثلاثة P على 4 احنا يدرك كينجو ثلاثة P على 4 هاي وراه جينا هنا لو كان نعطوه للkat شوفه معاي هجمعلي بحاب يركز يركز نعطوه للkat نعطوه صفر نحن طيحنا ثلاثة P على 4 ثلاثة P على 4 صحيح يعني اصبحنا هاك حول التعي ثلاثة بي على أربعة أو هذه الوكالنا عوضوا هنا بالزيرو لو نجي هنا عوض بالصيفر شكون هي هذه الزاوية ناقص ثلاثة بي على أربعة ناقص ثلاثة بي على أربعة أنا جايتكم هنا أنا جايتكم هنا ناقص ثلاثة بي على أربعة ناقص مية وخمسة وثلاثين ناقص مية وخمسة وثلاثين جيكم هنا حسب المخطط هذا أقرأوا مليح أقرأوا أقرأوا مليح أقرأوا شو مخطط هذا التعكم شو يقولي شوفوا معاي تولينا بي زائد بي على أربعة اللي هي خمسة بي على أربعة ها هو الحل الثاني إذن نعاود أقول حل وحدة تجيكم مهنة واخرها تجيكم مهنة يعني هذي يكونوا واحدة له المقام شو تعطيكم تعطينا ثلاثة بي على أربعة هذي بي زائد بي على أربعة شو تعطينا خمسة بي على أربعة صح نجو للحالة الثانية بي على ستة أعطوا لها صفر ها بي على ستة ناقص بي على ستة مستحيل تنتمي لهنا لأنه لازم القيم تتعيكونوا من صفر لثني بي يعني قيم موجبين ناقص بي على ستة جينا هنا نطبقوا عليها المخطط طبقوا عليها غير مخطط ناقص بي على ستة إثنانيutto ناقص пilly على ستة طيبنا واحد المقام دقيناло f manaعشر ناقص في على الأخر طيبناكون إحدى عشر بي على ستة هذا هو ما الحلول التداول لا لا ليس سبعة ليس سبعة ليسzo ليس لا ليس سبعة 5 بي على أربعة هنا بتدقي なقص بي على أربعة لذي تعطيك ثلاثة بي على أربعة هذه يعطي أى جائعة هنا يجل vadانا بي زيت بي على أربعة تعطينا لكون خمسة بي على أربعة هذه يجي إياه هنا بي على ستة والأخرى ناقص بي على ستة يجي إياه هنا نطبق عليها اثنان بي ناقص بي على ستة بعد توحيد المقام تعطينا 11 بي على ستة هاهم لكم الحلول ربي فرح الجميع ربي يسعد الجميع جماعة اللي رامي يقولوا الجداء السلامي يروح يكتب الجداء السلامي الأستاذ نور الدين للسنة الثانية يخرج لكم كلش لأنا جمعانا في ساعة ونص وقف ما نقدرش باش نبقى ندير يعني مراجعة ورام مراجعة عذرونا أما راني قلت دوزيام حاجة نحطيثكم مراجعة شاملة ورائعة للفصل الآخر راه قمة فيها كامل أفكار هذو أفكار واحدة أخرين فيها الجداء السلامي فيها المتتليات فيها الدول فيها الاشتقاقية فيها كلش اللي نيتو روخوا لهذاك الفيديو راه قمة صحيح كبير بس صح قلت لكم باللي يعني فيديو شافي وكافي للمراجعة للفصل الآخر اللي حب نيتو لأن المهم هاو قمة هانا فهمناكم في الشي اللي قدرنا عليه أما لرحب يعني يزيد يتمكن يروح لهذاك الفيديو تعمل مراجعة شاملة للفصل الآخر هو راه فيه صح كبير لكن خيرت أجمل الأفكار حطيتهم في هذاك الفيديو أولادي دعونا برك غيراني شو يا تعبان دعونا ربي قوينا ويعطينا قدرة من عنده فقط باش نقدر ونكمل معكم هذا العام والسنوات القادمة إن شاء الوحد الأحد إذن لا تنسونا بالدعاء لنا بصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة مع تهيئة الاستمردين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته